بسم الله الرحمن الرحيم في ناس بتقول الدوس مالوشقة لازمة خالص وخلاص احنا شغالين في حيات حلوة وكبيرة وونز عشرة طب خلنا نشوف ازاي ممكن الدوس يفيدنا في مثال عملي احتاجته فعلا النهاردة لو انا عندي مثلا فولدرات كتيرة وجواها ملفات كتيرة وعايز اخد اسمام كلهم وحطهم في قايمة فده ياخد مني وقت اهتير طيب تعال نشوف الدوس ممكن نعمل لنا الموضوع ده ازاي هفتح الفولدر ودوس شفت راك كليك هلا يزهر لي اوبن كوماند ويندو هير نفتح للدوس على المسار الموجود دلوقتي هاجي هنا هقول له دي اي ار هقول له دي اي ار خلينا نكبر شاشة اهي وبعد كده هادي له العلامة اكبر وبعد كده هكتب له اسم الملف اللي انا عايزه سايف في الملف تيكست دوت فاقول له مثلا تيكست ولازم لكتد دوت تي اكس دي تعال نبص كده اللي اعمل للملف دوت في الفولدرات اللي موجودة طيب انا عايز تفاصيل اكتر يعني عايز كل الملفات اللي جوه اللي هي سافولدر يبقى انا هعمل ايه هقول له برضو دي اي ار تمام وهدي له العلامة دي ات اس وروح ما ادي له علامة اكبر واقول له تي دوت تيكست دوت تيكست يعني ملف تيكست و تي ده اي اسم يعني ممكن تسمعها اي حاجة زي ما انت عايز وهدوس انتر وهاجه هفتح للملف دوت فلاقي ان هو جاب لي بالتفصيل كل الملفات اللي جوه فدي كل الفاميلي اللي موجودة دي خيل لو انت دخلت تعملهم واحدة واحدة هياخدوا منك ساعات قدية و ممكن تروح اعملهم كده لهم كده كوبي وتفتح ملف اكسل وترميهم في ملف الاكسل فما حدش يتكبر عالدوس ويقول ده اوانو فات فيه بنوك حتى الان في اليابان لسه شغله بالدوس لان هو اولا هيدمن ان الناس ما دعاش واتهم على النيت والفيسبوك هيدمن ان ما فيش فيارسوت هتدخل هيدمن ان الوقت مش محتاج ان هو كل شوية اعمل ابدات للاجهزة فلما بينزل لحاجه جديدة يعني برنامج جديد دي باشوف هل انا محتاجه ولا مش محتاجه هل الفواد بتاحته اكتر من المشاكل بتاحته ولا لا فباش مجرد ان كل حاجه متنزل اروح اعمل لها ابدات او نزلها لازم لواحد يفكر الاول قبل ما ينزل البرنامج اشتركوا في القناة